كما في الناس في قوسة مالتقال حيث لا يوجد ميتابوليزم لذا لهم لا يوجد الوقت إنهم لا يوجد ميتابوليزم يستمرون ويستمرون إذن الناس يقولون إنهم لا يوجد ميتابوليزم لا، هناك كلادرات من المنزل لا يوجد ميتابوليزم ويقام بشكل رسالة ويقوم بحصوص 100 أطلال الأنابيب التي يحفظه فيها أساد الموتى قبل أن يدخلون أساد الموتى في هذه الأنابيب يسحبون الدم كامل من الجسد ويستبدلون دم الميت بمضاد للتجمد ومو بس كده يتم حقنا بأدوية تحمي أغشية الخلايا عشان ما تعفن والأدوية هذه تمنع تخطر الدم بس هذا كله ليش؟ الأنابيب اللي قاعد شوفها هذه تسمى بتوابيت الخلود بس خليني أشرح لك أكثر في سبعينات القرن الماضي كان في عالم اسمه ماكس مول كان هذا العالم رئيس شركة متخصصة في حفظ وتجميد أعضاء المتبرع يجمدونها عشان يزرعونها للمرضى من جديد في يوم من الأيام كان هذا العالم ماكس يطالع في فيلم خيالي وكان قصة هذا الفيلم أن في بشر تجمدوا في الجديد لألاف السنين ومن بعدها عاشوا وقدروا أنهم يرجعون للحياة بعد هذه الفترة كانت هذه القصة خلت ماكس يفكر في فكرة أنه بدل ما يجمد أعضاء متبرعين يجمد أجسادهم كاملة فإذا جمد أجسادهم كاملة كده تقدر توصل البشرية إلى الخلود في الدنيا وفعلا بدى ماكس مشروع كامل وسمى هذا المشروع حقه بتوابيط الخلود وسمى الشركة حقه هذه كرايونيكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والوسائل الحديثة لعلاج الموت أو لإيجاد علاج للموت عشان يوصلون لفكرة الخلود في الدنيا وتعرف كم تكلفة تابوت واحد من توابيط الخلود تكلفتها تصل إلى 200 ألف دولار وإلى يومك هذا في داخل هذه الأنابيب 250 شخص طبعا هم كانوا مرضى عاديين بس حطوهم داخل هذه الأنابيب ويصفونهم الخبراء بأنهم مرضى في حالة سبات بس هم موتى في الأصل لأنهم سحبوا دمهم كامل يعني واستبدلوا الدم بمواد كيميائية لكن ما نقول لك ما قال الله سبحانه وتعالى فيه وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَاتِ وَمَا هُوَ بِمُزْحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أن يُعَمَّرَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بس اللي أغلبنا ما يعرفها أن هذه الفكرة ميه فكرة مستعدة وهذه الفكرة كانت عند أقوام من قبل والأقوام هذولة بنوا مصانع كاملة لا تقل جودة عن المصانع الحالية وحاولوا بشتى الوسائل للوصول لحل لشبح الموت فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن عنهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فمن هذول القوم وإيش قصتهم بالضبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم كالعادة في كل قصة لازم نعرف شي بسيط قبل ما نبدأ القصة بس أبغاك في هذه اللحظات البسيطة تركز معي مصبوط تخيل معي الحين خمسة قطع من الذهب الخمسة قطع هذه أبغاها أوزعها على خمسة أشخاص كل شخص رح ياخذ قطعة ذهبية واحدة خمسة قسمة خمسة يساوي واحد لكن إذا كان عندي خمسة قطع من الذهب وشخص واحد فقط في الشخص الواحد هذا بياخذ الخمسة قطع كاملة في طبيعي أن هذا الشخص رح يصير غني جدا أو أنه يعيش برفعية شفتوا هذه المعادلة خلونا نطبقها على العالم فكل ما زاد عدد سكان العالم قل دخل الفرد منها لأن بدل ما ياخذ خمسة قطع من الذهب رح ياخذ قطعة واحدة هذا إذا أخذ قطعها أصلا وكل ما قال عدد سكان العالم زاد مستوى دخل الفرد منها لأن بدل ما توزع الخمسة قطع هذه على خمسة أشخاص رح تروح الخمسة قطع الذهبية هذه لشخص واحد منها وهذا الشي يصير دائما بعد موت عدد كبير جدا من البشر في بعد الحرب العالمية الثانية صار في نهضة قوية جدا نهضة في الصناعة وفي العمران وحتى الاختراعات برد فلو نلاحظ أن معدل دخل الفرد بعد الحرب العالمية الثانية كان جدا عالي أعلى بكثير من مستوى دخل الفرد في أيامنا الحالية ولو جلست البشرية تزداد أعدادها وهم في أمن وسلام لفسدت الأرض هلكنا كلها يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فلا يوجد سلام بين الحق والباطل على وجه الحرب دائما بينهم الأثنين حتى نرجع لله سبحانه وتعالى وهناك هو كامل السلام والأمان لمن عبده والخوف الدائم والعذاب لمن جهده فلا يوجد سلام أبدا بين الحق والباطل وإذا حل السلام بينهم حلكنا كلنا وهذه سنة من سنة لله سبحانه وتعالى في الكون والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم فاللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية حصل بعد طوفان و بعد ما غرقوا جميع من في الأرض وما بقي على وجه الأرض إلا نوح وأولاده والقليل ممن آمن معه فتخيل كم بتكون تروت كل واحد منهم في ذاك الزمان كل واحد له قارة كاملة بترواتها وهذا اللي حصل فأرسل نوح عليه السلام أولاده في جميع الأرض كل واحد في منطقة المنطقة هذه كيملكها كاملة دامنا عرفنا هذه المعادلة خذلك شي تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشال ميديا اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطر عليك ندوم نطول بسم الله نبدأ بحث طوفان نوح عليه السلام أصيبوا كل المؤمنين من الرجال اللي في سفينة نوح عليه السلام بالعقب ويقال بأن هذا من هول الشي اللي شافوه أما بالنسبة للنساء فما جاههم شيء وهذا الأرجح وأن الرجال هم فقط اللي أصيبوا بالعقب وهذا كل لحكمه من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال وَجَعَنَّا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فتزوجوا أولاد نوح من نساء المؤمنين اللي ما أصابهم العقب وأمر نوح عليه السلام بقرابين يذبحهم شكر لله سبحانه وتعالى على نجاتهم من هذا الطوفان شكر لله سبحانه وتعالى على إن نجاهم من هذا الطوفان العظيم فجاه الرد من الله سبحانه وتعالى فيقول ابن كثير فعاهد الله سبحانه وتعالى إلينا أنه لا يعيد الطوفان على أهل الأرض أبداً فبعدها جعل الله سبحانه وتعالى لنا علامة نشوفها بعيوننا العلامة هذه الذكرنا لمثاق الله سبحانه وتعالى لنوح تعرفوني شيء هذه العلامة؟ العلامة هذه هي قوس المطر أو ما يسمى بقوس قزح فيقول صحابي من الصحابة يلقى بترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن قوس المطر أنه أمان لأهل الأرض من الغرق فبعد هذا أمر نوح عليه السلام أولاده أنهم يتوزعون في الأرض ويتناسلونها نحن فيقال بأن حام سافر لبلاد السودان وهي أفريقيا الآن فأصبح أبو الأفارقة وأما يافث فسافر لبلاد الشرق ويقال بأنه سافر إلى منغوليا الآن وهو أبو الأسويين كلهم من الأتراك حتى منغوليا ويقال بأن يافث أن من نسله يأجوج ومأجوج فهو أبو أو جد يأجوج ومأجوج أما الولد الثالث وهو سام سافر لجزيرة العرب ويقال بأنه عاش في صنعاء وقيل في الشام وأن الشام ما سميت بالشام إلا نسبة لسام وكانت اسمها قبل السام فسام بن نوح هو أبو الفرس والروم والعرب اللي كان فيهم أول شرك بعد الطوفان إيه نعم أول شرك بعد الطوفان كان في العرب وكان هذا الشرك في قوم يسكنون مدينة اسمها إيران بس هذول القوم ما كانوا بسيطين أبدا فهم أصبحوا القوة العظمى بعد الطوفان لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة في العقل وفي الجسد مو عند الباكين فمن هم سكانها؟ قوم عاد كانوا قوم كبار القامة شداد الأجساد وكانوا هم المسيطرين وأصحاب القوة العظمى بين الأمة في ذاك الزمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فيذكر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا هم أصحاب القوة العظمى في ذاك الزمن وعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة جسدية وعقلية ما كانت عند باقي الأمة في ذاك الزمن بس كانوا جبارين في الأرض ظلمة يبطشون في كل مكان يقتلون لأجل الثراء ويبنون ما لا يسكنون فيتخيلوا إن كان عندهم قصور ومباني عظيمة فوق الجبال بس ما يخلون أحد يسكنها ولا يسكنونها هم بأنفسهم أصلا بس كده يبنونها عبث فكانوا يسكنون في خيام لها أعمدة ضخمة مع قدرتهم على بناء البيوت فيقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون فكانوا يبنون في كل ريع يعني مرتفع كانوا يبنون آية يعني مباني كبيرة بس يبنونها عبث فقط لا يخلون أحد يسكنها ولا يسكنونها هم بأنفسهم شوف قد أيش وصلوا في الظلم جبابرها كان ولازم تعرفون أن ما في أحد ظالم إلا وكان بعيد كل البعد عن هدى الله ولا تتحقق هداية الله سبحانه وتعالى لظالم فالله سبحانه وتعالى ذكر في أربع آيات في القرآن إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالظلم مصيبة فاستباحوا العدوان على أي بلد يملك ثروات بسبب أنهم كانوا الأقوى اقتصاديا وعسكريا وعندهم إمكانيات من عند باقي الأمم في ذاك الزمان فكانوا إذا مروا على بلاد فيها ثروات استباحوا ثرواتها بسبب أنهم الأقوى حنا الأقوى عسكريا واقتصاديا وعندنا إمكانيات ما عند باقي هذول المتخلفين فيدخلونها ويقتلون كل المقاتلة ويعدبون الباقين ويستبيحون العراء بدعوة إن هذول المتخلفين وحنا نقدر نأخذ هذه الثروات ونستفيد منها يعني نفس الاستعمار اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية حصل استعمار بعد طوفانها الصورة الحين بدت تتضح أكثر فكانت كل البلدان في ذاك الزمان مليئة بالخيارات وكان عدد سكان العالم في ذاك الزمان قليل جدا فكان الجميع عايش في رفاهية نفس المعادلة اللي ذكرناها في بداية المقطع لكن كان في دولة عظمى استأثرت هذه الخيرات لها في استباح الدماء البشر وظلمت وبطشت حتى وصلت إلى أحلى مراحل الظلم حتى إن الله سبحانه وتعالى قال فيه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فمرت الأيام واستمرت هذه الأمة في الظلم والبطش وأكل أموال الناس بالباطل جلست على هذا الحال إيلين وصلت إلى الإلحاد بالآخرة والبعث كذبوا بلقاء الله مثل ما كذبت الدول العظمى في زمنها وبدت عاد ترضى بالحياة الدنيا وباللي فيها وصاروا حريصين على الحياة وخايفين جدا من فكرة الموت وراضين بنعم الدنيا وكان عندهم مشكلة الموت هذه مشكلة عظيمة جدا فأمل كل ظالم بأن ما يواجه القاضي العادل أشد أعداء الظالم هو القاضي العادل وكل من عاد والدول العظمى في هذا الزمان تعرف بأن في محكمة عظيمة بعد الموت المحكمة هذه قاضيها عادل لا يظلم عنده وسينصف عنده كل مظلوم فكلهم من الاثنين أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي أحد فكلهم ظلموا وبطشوا في الأرض كلهم خافوا فأنكروا وجود الآخرة والبعث على أمل منهم بأنها وهم وأنها من أساطير الأول فمن خوفهم الاثنين ابتنوا مصانع كبيرة جدا عشان يحاربون فكرة الموت ويوصلون إلى الخلود في الدنيا وجابوا علماء وأطباء من جميع أنحاء الأرض عشان يجيدون حل لمشكلة الموت وعشان يوصلون لفكرة الخلود أعوذ بالله ولكن زي ما قلنا أن هذا هو أمل كل ظالم أنه يتشبث بالدنيا ويخشى من فكرة الموت فقال الله سبحانه وتعالى عن عادة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فكأن هذه الآية نزلت علينا في هذا الزمان والله فكيف أنهم بنوا مصانع كبيرة جدا عشان يجيدون حل الموت يتمنيا لكنهم ما بيقدرون فالله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء علمه من علم وجاهله من جحل إلا السهم الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومسا قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت فكل اللي سوتها الدول العظمى في زمننا هذا سوتها عاد ما عاد شي واحد فقط أن عاد لم تصل إلى الإلحاد وإنكار وجود خالق مثل اللي حصل في زمننا الحالي مع الدول العظمى فكانت عاد تؤمن بوجود إله والإله هذا جعلنا بعض الآلهة تعتبر وسيلة لهذا الإله فقط فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى واعتبروا هذه الآلهة تتمثل في صور نحتوها هم بأنفسهم نحتوها من الصخور في إبليس استخدم نفس الطريقة القديمة طريقة التغرير بهم وطريقة تقليدية حقها طريقة الشرك بالله سبحانه وتعالى وبناء الأصنام وعبادة هذه الأصنام في اللي ما تعرفه إن ما فيه أمة من الأمم قبلنا وصلوا للإلحاد الكامل وإنكار وجود إله من الأصر وكل أمة أنكرت الله سبحانه وتعالى عبدت غيرها وآمنت بأن هذا الإله اللي من دون الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات يعني كانوا يؤمنون بوجود خالق إلا في زمننا هذا في إبليس تطور كثير فصار قليل من الناس أصلا يعرف سبب الإلحاد اللي وصلت لها البشرية في زمننا هذا في سبب عظيم وإبليس ترى استخدم طريقة جدا قوية قليل من الناس يعرف حتى إني أنا أتحداك تعرف السبب الرئيسي الوجود أصلا مثل هذه الأشكال اللي تنكر وجود الله من الأصل وإن هذه الحياة فقط عبة في طريقة طبقها الشيطان ما أحد يعرفها إلا قليل ناس أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بإذن الله بنذكرها في قصة ثانية بس خلونا نكمل قصة عادة فعاد عبدت الأصنام وكانت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ولكن هذه الأصنام هي وسائل لله سبحانه وتعالى بس إش الفائدة من عبادة هذه الأصنام من الأصنام هذه الأصنام هي فقط كانت تمدهم بطاقة يستفيدون منها في الدنيا وفائدة هذه الأصنام دنيوية بحتها ما في شيء اسمه آخر يعني أنت مريض روح يستشفر من هذا الصنام يشفيك وانتهين ما في أجور في الآخرة يعني فكرة الآخرة ما كانت موجودة وكان عندهم إن لكل صنام ملكوت خاص فالعياد بالله فتعلقوا في هذه الأصنام ونسوا الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى وصاروا فقط يستمدون الأمور الدنيوية من هذه الأصنام اللي احنا حتوها بعيدين في يوم ظهر الشرك فيهم والطغيان ونسوا ما ذكروا به نسوا عقيدة نوح عليه السلام وآدم وشير بعث الله سبحانه وتعالى فيهم هود عليه السلام وكان هود منهم من عد وهو من نسل سام بن نوح بعثها الله سبحانه وتعالى فيها دولة القوم الجبابر يذكرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وأن هذه الأصنام هي حجارة لا تفيد ولا تسوي شيء أصلا في يوم دعاهم نبي الله هود عليه السلام وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وحده وذكرهم بالآخرة وذكرهم بأن في بعد هذه الدنيا معكمة رح يتحاكمون أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء فعلوا وإن كل من ظلم على إيديهم رح يأخذ حقه عند الله سبحانه وتعالى وإن عقيدتهم هذه فاسدة وإن العقيدة الصحيحة هي الإسلام عقيدة نوح وشيث وآدم عليهم السلام وعقيدة إسحاق عليه السلام وأمرهم بالاستغفار من الله سبحانه وتعالى والتوى من الأشياء اللي سووا والرجوع عن هذه العقيدة الفاسدة فما لقي من قومه إلا التكذيب والمخالفة والحرب القاسية جدا مثل ما حصل لجده نوح عليه السلام فتنقصوا منه واستدفهوه واستدفهوا كلامه حتى إنهم قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين يعني شوفك سفيه أنت أصلا فرد عليهم هودو قال لهم يا قومي ليس بي سفاهة أنا ما نبس فيه ولكني رسول من رب العالمين هنا علمهم إن الله سبحانه وتعالى أرسله فاستكبروا كلامه قالوا رسول رسول وبشر يعني 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 قاعدوا يشوفونها مجنون لها الدرجة وصلوا من الطغيحة فقال لهم وبلغوكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أم وحذركم من عبادة هذه الأصنام اللي تعبدونها من دون الله وإن فيه حساب وعذاب وآخرة وإن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعداب في الدنيا والآخرة إذا خالف يعني هود قال لهم إن إذا خالفتوني ترى الله سبحانه وتعالى متوعدكم بعذابين في الدنيا وفي الآخرة إيه الآخرة اللي أنتوا تنكرونها فقام واحد من القوم يستكبر كلامه فيقول أي عيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون إيش الكلام اللي قاعد تقولها أنت هيهاتا هيهاتا لي ما توعدوا مات ذا الوعد البعيد يا شيخ عنا بنموت ونصير تراب بعدين إذا صرنا تراب بنرجع حياة يا شيخ ده أمر بعيد جدا أقول لكم حل هذه المعادلة اللي قاعد تجري في مخك يا هود إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين شفت كيف عقيدتنا بسيطة أرحم تدفع وأرض تبلع بس ولا في حساب ولا في الكلام الفاضل اللي قاعد تقولها أعوذ بالله تدرون يا قومي أنا عرفتش المشكلة فيهود إنه إلا رجل افترى على الله يكذب وما نحن له بمؤمنين تبرؤوا منه هذا يتقول على الله كلام كذب هذا يكذب على الله وتدرون ليش يقعد يكذب على الإله يبقى فلوس ها يا هود اعترف لنا تبقى فلوس ولا لا أنت تكسب ورا الشغلة دي ولا كيف تقول للناس عبدوا الله وحدة وترى في حساب وكذا عشان ها فقال لهم يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلوه ما بفلوس منكم أنا أنصحكم لوجه الله والله سبحانه وتعالى بيعطيني إليني ورضيني وجوري كلها عنده مناظروا قومهود في بعض يا ولد ذا فعلا مهم مستصلح منه لا يبغى فلوس ولا يبغى شيء متكسب ورا كلامه هذا شيء أبدا فكروا مع بعضهم وقالوا وش سالفة هودة أكيد إن فيه سالفة حينما نعرف قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وين معجزتك بينا لنا إنك نبي فعلا وجيب معجزة من عندك وتدري وش ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين يا تجيب معجزة يا ما نحن مؤمني تفكر الكلمتين ذي اللي قاعد تقولنا إياها بتقنعنا وبتخلينا نترك آلهتنا اللي عبدوها آبا أنا واجدادنا يا شيخ حن عندنا براهين الشيطان لعب عليهم طبعا زي ما حصل مع قوم نور تجمع القوم مع بعضهم يدرسون وضع هود من جديد يبون يعرفون ايش معاه تقام واحد فيهم وقل لهم تدرون آلهتنا شكلها لعنتها شكل حل عليه لعنة ففقد عقله خلونا نروح نقولها فقالوا يا هود إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء آلهتنا أصابتك بسوء فصرت مجنون فصرت تقول كلام عجيب غريب كأنهم جارسين يقولون إن آلهتنا لعنتك يعني وآلهتنا ضدك أصلا في لعنتك فصرت تقول كلام فاضي ما لها أي بينا فوقف هود وقال لهم إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه أنا مني مؤمن بأصنامكم ولا الأشياء اللي قاعد تقولونها واسمع وش قال هود بعدها فقال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا جمعوا أسلحتكم وعتادكم وآلهتكم دي وكل القوة العظمى اللي عندكم هذه وظفوها كلها في عدواني فلم جيوشكم هذه بسرعة ولا تتأخرون عليها ولا تنظرون أنا والله ما فكرت فيكم ولا في قوتكم ولا في اقتصادكم ولا في عسكركم ولا في جيوشكم هذه كلها تخير معايا أن في شخص واحد ضد كل الدول العظمى في زمننا ومو بس كده يقول للدول العظمى هذه جمعوا كل دباباتكم وطياراتكم وكل جنودكم هذولة وتعالون إش هذه الشجاعة اللي يملكها هذا الشخص وكيف يقابل كل الدول العظمى هذه كاملة بأسلحاتها بأي قوة بيواجه هذه القوة العظمى هذا أول شيء بيجي في مخنا لكن ركز معايا في السلاح اللي يملك هود عليه السلام فيقول هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم شوف اليقين بالله كيف وصل عنده قال أنت معكم أسلحتكم وأنت معكم أعتادكم هذا كله أنا معي الله سبحانه وتعالى شوف اليقين بالله إلى أي درجة وصل فيها ما صار يخاف أحد ولا حد يقول هذا نبي وإحنا ما نقدر نوصل لها المرحلة من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى والله إننا نقدر والتاريخ مليان بقصص بشر لهم أنبياء ولا شيء آمنوا بالله وتوكلوا عليه فحصل لهم النصر من الله سبحانه وتعالى وأقربها الصحابة رضي الله عنهم بشر عدين زينا زي فظنوا قوم هود إنها هود يعني خايف ومجنون وإنها ضعيف ومستحان لكنها وقفوا قال لهم فكيدوني جميعا جمعوا كل قوتكم هذه اللي قاعد تظلمون بها أمم كاملة جمعوا أباكم تواجهوني بها وهذا نفس كلام جده نوح عليه السلام قال نفس الشيء لقوم نفس الكلام قالها لقوم قال جمعوا أتادكم جمعوا كل اللي تقدرون عليه فيقول نوح عليه السلام لقوم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا هذا اللي مفروض يكونون عليه أهل الحق وأهل التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متوكلين على الله سبحانه وتعالى لا يخشون في الله لوم تلائم فرفع هود عليه السلام يديه لله سبحانه وتعالى وقال ربي انصرني بما كذبوا فنزل عليه الوحي مباشرة قال الله سبحانه وتعالى له عما قليل ليصبحن نادي فيه عذاب شديد بصيلة وهذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى فمن توكل على الله فهو حسبه فبعد فترة من هذا الموقف اللي حصل بين هود عليه السلام وعاد وقفت السماء عن المطر وبدت الأرض شيء فشيء تجف وبدأ الناس يخافون على أنفسهم ولاحظت فئة من عاد أن هود ممكن يكون صادق مستحيل هذا يكون صدفة وهذه الفئة أغلبهم فقراء وناس من العوام بس الناس اللي هاي كلاس واللي عندهم فلوس كثير كان كفرهم أشد كانت عيونهم على هذول اللي بدأوا يصدقون هود فبدأ الناس فعلا يتناقشون في مسألة المطر وزمان إذا وقف المطر الناس ترى خلاص تنتهي الحياة كل شيء متعلق في الحياة بالمطر زي الكهرب بالنسبة لنا ألا لا ممكن أن نقدر نعيش من دون كهرب لكن فهمتوا إيش أقصد إذا وقف عنهم المطر يعني خلاص موت جالسين يموتون بس بشكل بطيف فيهم شافوا العوام أن الوضع زي كده بدأوا يجتمعون مع بعضهم زي مجموعات صغيرة وبدأوا يتناقشون في مسألته وهل فعلا هود صادق أو أن المسألة فقط صدفة هذا الشيء خل سادة عاد أو الناس اللي هاي كلاس عندهم تمتلي قلوبهم حقد وغيث يعني فما سكتوا أبدا في قول الله سبحانه وتعالى عنهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا يعني فعلا كانوا من الطبق العليا وكانوا أشد الناس كفر حتى في زمننا هذا أكثر الناس بعد عن الله سبحانه وتعالى تلقى منعا في الدنيا في إش قالت هذه الفئة قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون رجعوا للشبهاء القديم بشري عادي يأكل مثلكم ويشرب مثلكم وأنتو يا أغبياء تسمعونا بشر زي زي ليش ما تسمعولي أنا وتسمعو له ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسروا ليش الله ما يرسل لنا ملك يعني الله بيرسل لنا بشر مثلنا عادي يأكل مثلنا ويشرب مثلنا ويروح الحمام الله يعزكم لا لا يا حبيب إذا أنتو بطيحون بشر مثلكم والله إنكم خسرانين وهذه ترى شبهة موجودة إلى زمننا هذا يعني ليش الله ما يرسل لنا ملك من السماء ليش الله ما يتجلى لنا وخلاص الدنيا كلها تؤمن هذا الكلام إلى يومنا هذا يجادل بها أهل الشبه وأهل الإلحاد في الزمن ذهب والرد على كلامهم وشبههم هذه كاملة موجودة في القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى ردا على شبهة أن الله سبحانه وتعالى ليش ما يرسل لنا ملك ليش ما يرسل لنا ملك من الملائكة يخاطبنا ويعلمنا بالله سبحانه وتعالى يعلمنا الدين يقول الله سبحانه وتعالى يعني لو أرسلنا ملك من الملائكة لكم لخلينا على هيئة رجل لأن ما حد يقدر يشوف الملائكة على هيئتهم الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ولا أي أحد على وجه الأرض يقدر يشوف الملائكة على هيئتهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وإذا نزلهم على هيئة رجل الوضع ما بيتغير بيكذبون وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ما نقدر نشوف الملائكة فكيف لك بالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا الله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يشوفه حتى موسى عليه السلام يوم كان يبغى يشوف الله سبحانه وتعالى ما استطاع وعلمها الله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع حتى أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فانهد الجبل كامل انهد أمام عيون موسى عليه السلام فشبه الملحدين هذه مهي شي جديد قالواها قوم عاد وغيرة من الأقوام اللي عذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخر فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ما راح نقدر نجوف الملائكة وأنه كلام عاد هذا كلام فاضح ولو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك من الملائكة بيرسله على هيئة رجل وبيكررون نفس كلامهم اللي يكررونه في كل مرة بس ما معهم كلام يقدرون يقولونه ويقنعونها ذول العوام المساكين غير هذا الكلام وباشي أربط لكم كيف تطيعونه بس العوام لا زالوا في شك ما يعرفون من يصدقون يصدقون سادتهم والناس اللي عندهم فلوس ولا يصدقون هوت وقامت هذه الفئة وراحت لهوت وجيهم مليانة بالغضب زعلانين من أن في ناس بدأوا يصدقونه وقالوا لي يا هوت اسمك أجئتنا لتأفيكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أنت جاي تخرب علينا العبادة وما كان علي أباءنا وأجدادنا وجالس تتوعدنا بالعدام وجالس تدعي أمامنا الله سبحانه وتعالى أنه ينصر تيب العذاب حقك هذا اللي قاعد تقوله أثبت لهذول المساكين اللي يتبعونك يعني واللي بدأوا يصدقونه من باب التحدي جالسين ينظرون كده والعوام مساكين وراهم جالسين يعني متشتتين مع من يكونون فقال لهم هوت عليه السلام إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلوا كل الأمر هذا بيد الله سبحانه وتعالى أنا ما بيدي شيء غير أني أجلس أناظر فيكم وأنتظر في يوم زاد الجفاف في الأرض وبدت المحاصيل تموت وبدت الآبار شيء في شيء تجف تجمعوا مع بعضهم وقالوا اسمه وترى الموضوع زي كده بيكون خطير جدا ولو متنا بهذه الطريقة الحقيقة بيكون الأمر جدا بئيس وبيكون منظرنا قدام العوام يعني ما أدري إش أقول لك يعني حتى خبرنا بين المجتمعات عاد ماتت بهذه الطريقة جفاف فنبغى من بكرة نشد حيلنا عند الأصناع فلا بدنا نعظم شركاء الله عسى الله سبحانه وتعالى يشوف منا يعني إخلاص لشركاء وفعلا جلسوا ويبتهلون الأصنامهم ثلاثة سنين والأمر كل مرة يزيد سوء ولا نزل عليهم قطرة من السماء كل يوم الشمس سسقعهم صقع فجفت الآبار وبدت تمتلي الآبار وصخ وتراب وصارت غير قابلة حتى للشر ويوم وصلوا لهذه المرحلة بدوا يرفعون يديهم لله سبحانه وتعالى ويدعونا بلا شركاء بلا أصنام بلا كلام فاضح طالع الإخلاص يوم منهم شافوا الموت فكانوا فعلا أهل الشرك والكفر في ذاك الزمان إذا اشتد عليهم الأمر وحسوا أن ما في سبيل دعوا الله واحد ونسوا أصنامهم بس إذا نجاهم الله سبحانه وتعالى من الموت رجعوا للأصنام هذه يعبدونها ويحمدونها على أنها نجتهم أعوذوا بالله بس أقل شي كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويدعونا وما وصلوا للمرحلة اللي وصلنا لها الآن يقول محمد بن السحاق في هذا الجزء من قصة عهد إنهم يوم شافوا الموت من الجفاف بدوا يبحثون عن مكان يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعوة عندها قالوا ما معنا إلا ندعو الله سبحانه وتعالى عند بيتها اللي هي الكعبة وهي معروف مكانها في ذاك الزمان بس ما كان باقي من الكعبة إلا قواعد فقط بسبب الطوفان العظيم اللي حصل على الأرض تحدمت الكعبة وقد ذكرنا هذا الشي قبل كده وكان في سكان عند الكعبة ترى كان قبيلة كاملة عند الكعبة يسكنوا كان اسمهم العماليق وكان بين قبيلة العماليق وعاد علاقة قوية كانوا يتزوجون من بعض يعني يتزاورون وكان بينهم العلاقة شديدة جدا فجهزت عاد حوالي سبعين شخص وأرسلتهم للكعبة عشان يدعون الله سبحانه وتعالى عند الكعبة لأنهم يعرفون بأن من دعا عند الكعبة الله سبحانه وتعالى يستجيب له طالع التوحيد ماشاء الله تبارك الله العقيد السليم ففعلا جهزوا لهم سبعين شخص وقروا لهم يلا توكلوا على الله وروحوا عند الكعبة استسقوا الله سبحانه وتعالى عند هذه القواعد فالله سبحانه وتعالى يستجيب عندها في يوم وصلوا للكعبة ووقفوا عند قواعدها وكانت مدفونة تحت تربة حمراء وجلسوا ويدعون الله سبحانه وتعالى حتى تكونت أمامهم ثلاثة غيوب وهم يدعون يشوفونها جالسة تتكون في السماء تكونت حتى صارت سحب كبيرة جدا بس كانت ألوانها مختلفة كان في سحابة بيضاء وسحابة سوداء وسحابة حمراء فيقال إلا بمنادي من السماء ناديهم ينادي السبعين هذولا وهذا المنادي يخيرهم بين هذه الثلاثة السحب وما يختارون من الثلاثة السحب هذه إلا سحابة واحد فقال سيدهم سيد السبعين في هذاك الوقت قال السحابة السوداء فإن السحابة السوداء أكثر السحب ماء دائما السحب السوداء تكون مليانة بالماء بس المنادي ناداه من السماء فقال اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا فالصدمة السبعين هذولا وخافوا وخوف شديدة وقرروا أنهم يرجعون ويجلسون في مكة فيقول محمد بن إسحاق أن هذول السبعين من نسلهم عادن الثاني ولهم قصة عجيبة حتىهم والله أعلم عن صحة القصة اللي ذكرت لكم إياها هذه ما وجدت الهسنة فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء هذه حتى خرجت على عاد من وادي اسمها المغيث وواضح أن الوادي هذا سموه بالمغيث لأن دائما السحاب المنطر يجيهم من هداك الوادي في يوم شافوه يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطيرنا وتفاخر وانشرح صدورهم وحسوا بالكبر وشافوا أنه هود يعني خلاص انتصرنا علىه بس هود في منظر غريب أخذ المؤمنين وهجروا قلبهم وقيل بأنهم تخبوا في حضيرة القوم يناظرون يعني مستغربين يعني ويش قالوا أكيد أنه زعلان يعني ولا في القوم كلهم كانوا فرحانين إلا إمرأة واحدة في يذكر محمد بن إسحاق أن حرم من حريمهم يوم شافت السحاب هذا سقطت على الأرض وقمي عليها قاموا يصحونا وشربونا موية ويسألونا يش فيك أنت سألوها الشفتي قالت شفتي ريح قوية جدا فيها شهب نارية وأمامها رجال يقودونها في قول الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربيها فجعت فعلا هذه السحابة بنار وحجارة ورياح أخذتهم في السماء حتى صاروا الناس يصيحون كأنهم فوق الجبال يعني لهم صدر في جلست عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسون يعني بدت النهار وانتهت في النهار فيقول الله سبحانه وتعالى عن أول صباح بعد العذاب فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرد في يوم خرج هود عليه السلام والمؤمنين شافوا أجساد القوم بلا رؤوس من شدة الرياح شلت روسهم حدا وصارت أجسادهم نشبة في الأرض مغرزة في الأرض تخير قد دخلت نص أجسادهم تحت التراب من قوة الهواء فيقال بأن كان الريح يشلهم في السماء ويقلبهم على رؤوسهم فيقول الله سبحانه وتعالى فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية الله أكبر ويقول الله سبحانه وتعالى تنزع الناس كأنها أعجاز نخل منقعر منظر بخيف يا أخي تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيم أو ريح عرف ذلك في وجهه تتغير ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وكأن خايف تقول في يوم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرح رجاء أن يكون فيه مطر وأراك إذا رأيتها وعرفت في وجهك الكراهية فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة ما يؤمنوني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطيرنا لهم قوم عاد فدمر الله سبحانه وتعالى قوم عاد وما بقي منهم إلا السبعين اللي بقيوا عند الكعب جلسوا مع العماليقة واللي استقروا هناك بين الحجاز وتبوك وصار من نسل السبعين هذولة قبيلة كاملة يقال لها قبيلة ثمود واللي راح نقص قصتهم بإذن الله إلين هنا وصلنا لنهاية قصة هود عليه السلام مع قومه عادة إذا وصلت إلين هنا لا تنسى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح تتابع باقي السلاسة اللي موجودة على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت الصافر وكتب إليك أشوفكم على خير راح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة